لنأخذ مثالا على ذلك عين جزول معادلة fx يساوي x تكعيب ناقص 6x زائد 2 يساوي إلى الصفر طبعا بختار قيم وبحطه في جدول ولنشكل الجدول التالي نأخذ قيما مختلفة لx كيفية ولنبحث عن قيمة الدال لfx طبعا لا يتهمني قيمتها على قدر ما يهمني إشارتها فإذا أخذنا مثلا سالب 3 سالب 1 0 1 3 إلى آخر مجموعة من القيم الآن نحتاج إلى أن نحص عن إشارة ال-f عند هذه القيمة لو ودنا هنا سالب 3 للتكعيب هي سالب 27 سالب 3 في سالب 6 هي 18 زائد 2 إذن 20 سالب 27 سالب 7 إذن إشارتها سالبة ولذلك وضعنا هنا الإشارة السالبة إذن إشارتها سالبة وضعنا إشارة سالبة لو عوضنا بسالب 1 سالب 1 التكعيب هي سالب 1 سالب 6 في سالب 1 سالب 6 زاد موجب 6 زاد 2 8 8 سالب 1 7 إشارتها موجبة إذن هنا الإشارة موجبة لو عوضنا بالصفر صفر 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 اتنين إذن الجواب هو 2 إشارتها موجبة لو عوضنا بالثلاثة هنا 27 سالب 18 زائد 2 إذا واضح أن الإشارة هي إشارة موجبة الآن لو نظرنا هنا بين السالب ثلاثة والسالب واحد هناك تغيير في إشارة الدالة الدالة تغيير إشارتها من السالب إلى الموجب وبالتالي أجزم أنه بين السالب ثلاثة وسالب واحد هناك جزرا للمعادلة المعادلة fx يساوي x 6x زائد 2 يساوي إلى الصفر الآن مما سبق بعد عزل الجزور والحصول على جزر تقريبي أو نقطة بداية نقوم بتحسين هذا الجزر وهذا الأمر يتم وفق طرق وقواعد سنقوزها بعد قليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته